على وقع هزائم ميليشيا الحوثي في محافظتي مأربة وشبوى كثفت إيران من نشاطها الدبلوماسي المتصل باليمن وهو ما فسره مراقبون بكونه محاولة من طهران لإيقاف المزيد من الخسائر في صفوف حلفائها الحوثيين حيث أجرت الخارجية الإيرانية محادثات هاتفية مع الأمم المتحدة أبدت خلالها استعدادها لدعم إيجاد حلا سياسي وقال كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي هانسي جرونبرغ إن الحل السياسي يجب أن يبدأ برفع ما وصفه بالحصار الجائري الذي تفرضه السعودية أتت التصريحات الإيرانية بالتزامن مع تجديد طهران استعدادها لاستيناف العلاقات مع الرياض وفق تصريحات مسؤول في البرلمان الإيراني مفادها أن بلاده تنتظر إجراءات سعودية تثبت رغبتها في إقامة علاقات دبلوماسية جيدة حيث أن المملكة لم ترد حتى الآن على الطلب الإيراني بإعادة فتح السفارات بين البلدين كانت بغداد وعمان قد شهدت جولات تفاوض بحثت فيها تعقيدات الصراع في اليمن تضمنت رغبة إيرانية بإيقاف السعودية حملاتها الجوية وحصارها لمواني الحديدة ومطار صنعا بشكل نهائي ولم تفض تلك المحادثات إلى أي نتيجة عملية سوى استمرار تصعيد الحوثيين باتجاه شبوة ومارب العام الماضي دعوة إيران لوقف الحرب ليست جديدة فقد سبق وأن أطلقتها أكثر من مرة لكنها حاليا تزامنت مع خسارة حلفائها في اليمن الكثير من الجغرافية الجنوبية الشمالية بعد عملية عسكرية أطلقتها السعودية أثمرت عن خسران ميليشيا الحوثي لكامل مديريات شبوة وتكاد تفقد كامل ريف مارب مع ذلك فإن المواجهات في اليمن ليست سوى هامش بالنسبة لمحللين على الخلافات الأمريكية الإيرانية في طاولة المفوطات النووية